واحدة من النقاط السلبية جداً اللي ما عجبتنيش في المنتخب الإنجليزي هو رد فعله بعد إحراز الهدف الأول يعني أنت خلاص بعد إحراز الهدف الأول مباراة نهائية مش هقولك تندفع بكل أسلحتك لأنه برضو لازم تهتم بالنواحة الدفاعية ولكن كان ردة الفعل متوضعة الحقيقة من قبل المنتخب الإنجليزي يعني استمر المنتخب الإنجليزي برضو مش قادر أنه يشكل خطورة حقيقية على مرمى المنتخب الإسباني بل بالعكس ده احنا بعد واحد سفر الناس كلها توقعت أنه هيكون بقى يعني أداء بهجومي أكتر للمنتخب الإنجليزي عايز يعوض ويلحق نفسه لا ده احنا شفنا هجمات خطيرة برضو ليه المنتخب الإسباني شفنا يامال بيلعب كورا سرو انفراد لموراتا فرصة خطيرة بس اتلحقت من المدافع بنشوف أولمو بيسدد من على حدود منطقة الجزاء بتيجي جنب العرضة يعني المنتخب الإسباني استمر في تشكيل خطورة على مرمى المنتخب الإنجليزي على الجانب الآخر المنتخب الإنجليزي قاعد فترة طويلة برضو مش قادر أنه هو يعمل ردة فعل قوية على المنتخب الإسباني ويكأنه داخل اللقاء حفظ سيناريو واحد بس أنا بأمن فيه أن واحد دفعية ده رقم واحد وممكن مثلا كورا سابتة أو تزديدة من على خارج منطقة الجزاء فاول أوصل البنالتيات وماله إنما أنا مش هفتح أسلحتي ومش هقدر أن أنا أجاري المنتخب الإسباني من النحية الهجومية وبالفعل يمكن لو هتتكلم لحد لما الهدف جي اللي هو جي في الديئة 72 هي كتكورة واحدة لبيلنج هام تزديدة في الديئة 63 كده بشمال وعلى حدود منطقة الجزاء جد جنب العرضة ما تقدرش تقول إنه دي تزديدة خطيرة أو ما تقدرش تعد فرص خطيرة للمنتخب الإنجليزي نجح للمنتخب الإنجليزي عن طريق بيلنج هام في الديئة 72 بقى أنه يحرز هدف التعادل عن طريق بالمر عفوا يعني كورة سريعة استغلها المنتخب الإنجليزي صح من ساكة لبيلنج هام عن طريق سلاح التزديد من خارج منطقة الجزاء لأن ما كانش المنتخب الإنجليزي قادر أنه يختارق فعلا ويقدر يعمل جنحات واختراق من العمق وهكذا فكان التزديد واحد من أهم الأسلحة ونجح بالمر أنه هو يحرز هدف التعادل توقيت كويس وكان في أشد الحاجة له المنتخب الإنجليزي طيب بعد لما وصلنا لنتيجة واحد واحد رجع اللقاء زي ما تكون أنت بقى بتتكلم فيه الشرط الأول المنتخب الإنجليزي رجع تاني هو برضو بيدافع وورا الكورة وبيحاول يأمن على قدر الإمكان وسيطرر لاحظ لي المنتخب الإسباني ولكن كانت عكس الشرط الأول بمراحل الشرط الأول كان فعلا المنتخب الإنجليزي قادر أن يحجم المنتخب الإسباني ويمنعه عن تشكيل أي خطورة وأن يصل للمرمى لا المرة دي بعد واحد واحد وهو كان آه بيهتم بأنه واحد دفاعية بس لا كان المنتخب الإسباني بيروح شفنا أكتر من تزديد الأولمو واليمال ولولا بيك فورد وتقلق بيك فورد كان ممكن النتيجة يعني المنتخب الإسباني يحرز الهدف التاني مبكرا لحد لما بيجي بقى المهاجم البديل أوريزابال اللي بيحرز هدف أكتر من رائع تتويجا الحقيقة للمجهود الرائع اللي بيعمله المنتخب الإسباني في هذا اللقاء ومنذ دور المجموعات الحقيقة كرة سريعة على طول أولمو أوريزابال اللي العبها ليه كورية عرضية على طول بيسجلها وبيترجمها أوريزابال وبيحرز الهدف التاني ليتوج المنتخب الإسباني عن جدارة واستحقاق بطلا ليه أورو 20-24